بنبرة حادة هذه المرة الجيش الجزائري يجدد مقترحه للخروج من الأزمة إعلان شغور منصب الرئيس هو الحل الدستوري الوحيد وكل مقترح دونه مرفوض رئيس أركان الجيش وجه اتهامات لأطراف قال إنها تسعى لضرب مصداقية الجيش مجموعة وصفها الفريق قايد صالح بالمعروفة وسيتم الكشف عن هويتها في الوقت المناسب هو شقيق الرئيس مع محيطين بالرئاسة وبعض الأفراد كانت محسوبة على الحرس القديم المجلس الدستوري معين من طرف شقيق الرئيس وينتظر تعليمات من طرف شقيق الرئيس لا زيادة ولا نقصة الحراك الشعبي دخل أسبوعه السابع فيما لم يحرك المجلس الدستوري ساكنا بعد مقترح الجيش بدأ يلقى قبولا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية كونه الحل الدستوري المتبقي أصبح لزاما على المؤسسة الدستورية ممثلة في المجلس الدستوري أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وأن تبتعد عن العواطف الشخصية وعن الأنانيات بوادر صراع على أشده بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس بوتفليقة المجموعة التي يتهمها رئيس أركان الجيش بمحاولة ضرب مصداقيته تحاول حسبه إهام الرأي العام برفض الشعب لمقترحه تجاذبات ليست في صالح الحراك الشعبي وأهدافه بحسب البعض هناك ارتباك من قبل قيادة الأركان لأن هناك نوع من تخبط وهذا ليس مليح هذا يخلط الأوراق الجيش خط أحمر ومتأهب للتصدي لكل المحاولات التي تسعى لاستهدافه تحذيرات يضعها البعض في خانة مؤشرات لانفراج الأزمة فيما يتخوف آخرون من تعقدها أكثر فأكثر وبينهما الشارع الذي يعتقد أنه حقق نصف انتصار فقد حاز على دعم المؤسسة العسكرية التي دعت للامتتال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته وذلك بتطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدسور انتصار لن تكتمل أركانه إلا برد الرئاسة أو المجلس الدستوري عبد القادر خربوش العربية الجزائر